تعالوا نروح لموضوع تاني ألا وهو الحوار الوطني هل الحوار الوطني بس موجود عندنا هنا في الأكاديمية يعني؟ لا الحوار الوطني بيتحرك بيجوب محافظات جمهورية مصر العربية وده استمرارا لفكرة التفاعل الحوار الوطني أو تحديدا التحالف الوطني بيعمل بيقول يا جماعة احنا عاوزين نتفاعل نتفاعل مع المجتمع بتاعنا في هذا الإطار شهدت محافظة البحيرة النهاردة لقاء جماهيري شارك فيه مواطنين من كل المراكز ومن كل قرى البحيرة ليه؟ لطرح ومناقشة الأضايا اللي ليها أولوية عندهم وعلشان الناس تتكلم وتتكلم تتحدث عن أولويتها وعن طلبتها ومطالبتها ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني احنا بنعمل حوار للناس مش للنخب وبس النخب هنا هتمثل حضرتك هذه كل القصة لو ما مثلتش حضرتك يبقى كلنا عندنا مشكلة لهذا تم مراعاة أنه كل ألوان الطف السياسي المصري تبقى ممثلة في هذا الحوار سواء إذا كان فيه مجلس أمناءه أو فيه مقررين العموم أو مقررين اللجان أو المقررين المساعدين هكذا تدار الأمور في مصر هكذا أصبحت تدار الأمور في مصر هكذا أصبحت الأمور في ظل ما نقول عنه ونطلق عليه الجمهورية الجديدة طب تعال نشوف اللقاء تناول أضايا عمليا بالنسبة لأهلين في البحيرة هي ملحة بالنسبة لأهلين في البحيرة تمثل أولوية بالنسبة للمواطنين هناك في المحافظة طبعا معظمها يعني بتقع ضمن المحاور التلاتة للحوار سواء إذا كان المحور السياسي أو المحور الاجتماعي أو المحور الاقتصادي طبعا الهدف هو توسيع نطاق المشاركة زي ما كنت بقولك هو حوار للجمهير اسمه الحوار الوطني أي المواطن وبالتالي يتم لمس نبض هذا المواطن فيه كل مكان في مصر من خلال هذا اللقاء الجماهيري اللي بيعد اللقاء رقم 3 اللي بيقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعوة من مجلس ومناء الحوار الوطني لكل الكيانات الأهلية الفاعلة